ما سمعنا في ناس تقولك لا واحد بيقولها انا زي السيد يعني انا اقول لها اللي انا عايزة اقوله لها لكن مش كل حاجة عايزة اقوله لها واحنا تربنا على كده لكن هي لازم تقولي طبعا ده كلام يترد عليه يعني هو انا هو ليه الزوجة اصلا بتخبي ما هو عدم احساس امان مثلا مفيش ثقة ها ماناش واثقة اللي قدامي ده مش مقناله قوي متوجسة كده طب انا عايزة اسعلكم هو فيه ينفع زواج قايم على حب بص يا جماعة يعني مش 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 اللي بينك وبين زوجك اصلي كذا وخلاص وتجاوزنا والعيال وخلاص والحياة ماشية وسط الدنيا بتتجاوز فهو كده فحنا كان لازم نتجاوز ماشي بحبه بتاع بس يعني كده يعني لا 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 الحلاقة عمرها ما تبقى كده على الفكرة الزواج معاملة وعشرة واهتمام وحوار ومشاركة يوم لما تحس انك محتاجة انك تتكلمي حدا تتكلمي مع زوجك يوم لها بتبقى حاسس ان انت مخلوق من امر وعايز تفضفض وعايز تقول هتروح لزوجتك سكنك ايه يعني سكن ليك وهي كمان سكن ليها فالقص اني فيه ثقة والقص اني فيه علاقة طيبة لكن واحد زائد واحد كده ولو عملتلي هعملك ولو مش عارف حصل منك ايه هترتب عليه مني ايه عارفين علاقة هخد ودي كده لا ده ده شراكة ده شركة ايه هتعتيني مرتب هتديك عمل هتديني مش عارف ايه هتديك انتاج هتعاملني كده هتتعمل معي بكده غلط غلط على فكرة مينفعش زوج يوبا كده زوج حب وزوج مواده ورحمه وروح وحياه اه انتيمك عارف انت روحك المفروض ان انا بتخبى عن روحك حاجه بتخبى كده في الكلام وتحاول يعني يبقى ما انتش دغري كده ولافف وداير كده علشان تخبي عن موضوع او ما انتش عايز تتكلم او بتداري صعب قوي انك تتكلف وصعب جدا ان الزوجة تتكلف في العلاقة مع زوجها او العكس يبقى تكلف عشان ما يغلطش عشان ما يقولش موضوع معين ده من الصحة طيب من ضمن الاراء بتقولك لا يعني ماينفعش الزوجة تخبي عن زوجها حاجة لكن لو حاجة خاصة بقى لا يعني عادي وبعدين هو اللي بيعمل مشاكل ايه اصلا غير ان هو اللي بيخبي مش هيا اللي بتخبي وبعدين اللي بيخبي وهيخبوا دلوقتي الموبايلات الموبايلات والوشاتات والباسورضات وال הא�ميلات وكل الكثة بقى كل حاجة فيها قد اقت هو مخبيها او العكس يعني عادة الموبايل الام وباسورضةها مع العيال كلها لأولاد كلها بتفتح واللي كذا لكن هما ليه بقى عاملين على الابس وكل ابس له باسورض ليه فطبعا هو ده الاسرار دلوقت يعني لكن لا ده في حاجات اكبر من كده ده في حاجاتك بين مشكلة النهاردة بتتكلم عن ان هي مخبية امور قبل الزواج اوكي تعالي بقى نتكلم في الحتة العظيمة دي بصوا الافلام والمسلسلات والروايات يجي بقى يقولولك ايه حاجة كده وكأنها حاجة والدكان ده الحقيقة وده الواقع ولازم تؤمنوا بالكلام ده وتعملوا بيه بصوا انت عشان تبدأ علاقة حب صح وعشان تبدأوا علاقة جواز صح ده الافلام اللي بتقول مش انا انت لازم تبقى داخل على بيض والصراحة والوضوح واي حاجة بقى انت عملتها لازم تقوله عشان يبقى ايه احنا كده مش مخبيين على بعض حاجة واحنا كده بنحب غلط غلط مين اللي قالي الكلام ده لأ طبعا امر انتهى وعلاقة انتهت وحاجة خاصة بفترة مدت سترك الله فيها ما فيش داعي ابدا ان انت تقوله لا خاطب يقوله خاطبته عشان بس ابقى واضح معاكي وقلت كله مين اللي قال يا ابني الكلام الله عز وجل سترك تهتك ستر الله عليك ليه الله سترك في امر تهتك ستر الله عليك ليه هي حصل امر وكذا وكذا وتبت الى الله وعاده تهتك ليه اصل لازم ليه اللي لازم مين اللي قالك انه لازم هو مش الله عز وجل هو مش الله عشان يفق مين ربنا سبحانه وتعالى بينك وما بينه واستغفره وتبيه وانتهينك لا اصل لازم ابدأ مين اللي قالك فيلم ايه يا حبيبتي فيلم ايه ده اللي هتاخدي منه يعني احكمك وتشريعاتك وقواعدك وتعاملاتك في الدنيا مصحي طبعا مصحي الكلام ده لازم عشان كذا فانا بقى اصارح ده اولا شبها دي غلط احنا ده حضناها الامر التاني اه اللي هي بتقول قبل الزواج خلص بعد الزواج بعمل حاجاته ضمير مش مقلبني عليها لكن لما هو عمالي القعدة كده حاست ان في حاجة غلط طيب مخبية عليه مرتبها او ده ينفع اصلا ليه مخبية عليه المرتب بخيل اه سرق اه واخد فلوسك بتشتغلي ويقبض عليك يعني ايه ايه السبب ولو فيه سبب نعرفه ان نعالجه لكن يبقى اختك وزوج اختك هما اللي بياخدوا المرتب بيحطهولك في البنك ويبقوا عارفين حالك ومقالك ومعاك يقدي ايه ومش معاك يقدي وزوجك وزوجك اللي له فضل اللي هو له عليك اعظم فضل بعد الله سبحانه وتعالى زوجك هو اللي ما يعرفش واختك وجوز اختك لهم اللي يعرفه ده ده مش منطق على فضل وهنا العلاقة دي فيها ريبة كده فيها شك ايه السبب السبب مش واثقة فيه هو بيعمل كده مثلا السبب خايفة منه السبب ان انت حاسة ان الامان بتاعك هو مجرد الامان بتاعك هو الفلوس والمال فيه ناس كده يعني فيه شخصيات كده سواء الراجل او الستة على فكرة عشان ما نصدمش بيبقى حاسين ان الامان عندهم في المال فقط معايا الفلوس وفيه فلوس في البنك والمش عارفة فيه ايه بقى انا كده انا كده متطمنة في الحياة ما معايزش بقى انا كده خلاص وضايع لأ طبعا الامان عمره ما كان في المال فانا قالوه ما عليك يا دي الزوجة الامر ده لأ طبعا الاولى زوجة انتي عاوزة سمعوا موضوع الشغل والمرتب انتي عايزة تحط في البيت زي ما انا قلتلكه قابل كده فيه رأي الدكتور يوسف القرداوي التلتين والتلتين للزوج والتلت للزوجة بتدفعه طب انتي بعد بعد لا مش عايزة اصلا هو اصلا رافض لا بصوا موضوع الشغل عامتك لو قابل الزوج متفقين ان انا هشتغل يبقى انتي خلاص تمام انه بياخد زي ما قلتلك التلتين لكن قابل الزوج متفقتوش انك تشتغل له حق يعادك اوه بسه ما كانش ده سابق شرط ما كانش خلي بالك لكن بالغده والتوده وعمل وديني اعدوه وساعد معايك ومش عارف ايه بدفعه على اقل جزء في البيت ومعتقدش ان فيه ام فطرتها سليمة او زوجة فطرتها سليمة هتحوش من كذا عشان ده بتتطلع عينيه عشان اولادها ده كذا عشان خطر عيالها صح ولا؟ ده الاصلي يعني وده للمفروض نعمله وبرامجنا دي بتتعامل علشان يبقى الحياة الجميلة دي عشان تبقى فيه الزوجة الطيبة السهلة الثالثة نوايا برنامجنا واي برنامج بيبقى اسري او طربوي بنقدمه بيبقى ده مستهدافه انتو بزوجة صالحة انك تخش من اباب الجنة التمانية لكن بقى نخبص ونعمل ونخبي ونقدم الصحة